مبادرة إلهام فلسطين تسعى لتطوير البيئة التعليمية التربوية لأطفال فلسطين داخل المدرسة وخرجها كذلك لتكون أكثر مواءمة لنماءهم المتكامل ونشأتهم السوية وذلك لتوفير أيضاً بيئة صحية محفزة للأطفال نتحدث عن هذا الموضوع برفقة آية حصارمة هي منصقة مبادرة إلهام فلسطين الله يصبحك بألف خير آية صباح الخير كيف أصبحت؟ تمام الحمد لله إحنا زملاء بالجامعة قبل أن نكون زملاء في اللقاء ما شاء الله عليك يعطيك ألف عافية بداية آية عام جديد على مبادرة إلهام فلسطين بداية لكل المشاهدين لما عندهم فكرة أكثر عن هذا المشروع اشرح لنا عنها مبادرة إلهام فلسطين هي مبادرة تربوية بدأت في عام 2008 كان لها أول دورة هدفها الأساسي أنه تدور بمدرسنا الفلسطينية بالضفة وغزة وين في مبادرات عملت على أو ساعة أنها تخلق فرق إيجابي في حياة الطلاب بغض النظر شو المجال اللي أخذته هاي المبادرة يعني ممكن تكون مبادرة في أساليب التعليم والتعلم مبادرة في البيئة المدرسية السوية لكن إنها تكون أحدثت أثر إيجابي بحياة الطلاب يعني مش شرط إيش أكاديمي لا مش شرط إيش متعلق بالتحصيل الأكاديمي يعني هاي تقريباً صورة نمطية بتتعلق أنه لما بدنا نحسن التعليم لازم نزيد الدرجات أو العلمات لا إحنا بننظر للعمليات التعليمية إنها عملية متكاملة فبالتالي بنشوف أي مبادرة يعني ممكن مبادرة تتعلق بحديقة مدرسية المقصف الصحي مبادرة تتعلق بمثلاً حوسبة المناهج ببعض الألعاب بالفنون بالرياضة وليس باللغة الإنجليزية ليس فقط في مواد معينة تعريباً كم من سنة نفذت هذا المشروع في التعليم؟ إحنا الآن بدأنا بالدورة الخامسة وبالتالي مضى على إلهام فلسطين أربع دورات متتالية والآن فتحنا باب الترشح لاستقبال مبادرات التربوية فمنحكي لكل المعلمين والمدراء والطلاب كمان من الصف الثامن لصف 12 اللي عملوا أي فرق إيجابي وأثر إيجابي بمبادرات في مدارسهم بغض النظر شو كان مجالها أنه يتقدموا فيها على الموقع الإلكتروني أي يعني هل هذا بقصدو عشان كمان نجاوب على كل الاستفسارات اللي ممكن تكون هلا في ذهن المدراء والمعلمين هل هاي المبادرة يجب أن تكون نفذت في المدرسة أو أنه كمان إلهام فلسطين تعطي فرصة المدرسة تعمل هاي التجربة وتقيمها نعم إحنا بنستقبل المبادرات اللي نفذت على أرض الواقع لأنه نعنى بقياس الأثر الإيجابي لهاي المبادرة وبالتالي إحنا ما بناخد أفكار ومدعم تنفيذها إحنا ما نشوف من من المجتمع التربوي كان عنده المبادرة والريادة بدون ما حدا يسأله بدون ما حدا يطلب منه إنه عمل كان مآمن فيه ما أعتقد إنه رح يحدث فرق بحياة الطلاب وفي الأخير محدش يعني يمكن حتى محدش سأل فيه ومحدش قال له شكرا فإحنا هفول لما يتقدم لإلهام فلسطين إحنا من قدر هاي المبادرة منشهر صاحبها بكل الوسائل الممكنة منقدم له منحة تطويرية إنه يطور في مبادرته أكتر ويعممها ويوسعها رح نحكي عن هذا التفصيل لأنه مهم جدا إيش بدها تقدم بعد يعني ما يتم الإعلام عن من الفائز ولكن فعن أي مناطق نتحدث يعني في السنوات السابقة أي المناطق استهدفتوا وعدد المدارس كانت جزء من هذا المشروع نعم إحنا نستهدف كل مناطق الوطن يعني كل محافظات الدفة الغربية وكمان كل محافظات غزة نستهدف مدارس الحكومية ومدارس الوكالة والمدارس الخاصة لأنه إحنا بالبداية شاركتنا مؤسسة التربية العالمية شاركتها من البداية مع وزارة التربية والتعليم ومع وكالة الغوث وكمان مع وزارة الصحة يعني حتى فرق الصحة المدرسية اللي ممكن عملت مبادرات بالمدارس فإحنا نعتبر أنه هذا جزء أساسي من العملية التربوية السوية ومنحكي لهم يتقدموا برضو الإلهام في فلسطين وكان عنا في الدورة السابقة مثلا اللي كانت احتفاليتها بشهر عشر الماضي كان في عنا 48 مبادرة تربوية متميزة على الصعيد الوطني 12 منها حصلت على جائزة دولة فلسطين للتميز والإبداع التربوي يقدمها دكتور رامي الحمد الله وهاي المبادرات زي ما حكيت لك سابقا متنوعة ولكن يستفد منها الطلاب خلقت عندهم شغف وحبل التعلم عادة يعني أيام التقلال كمان تواجدك على مدار في الأعوامل السابقة بإلهام فلسطين إيش أكثر التوجهات التي كنت تشوفيها من الطلبة ومن المشاريع الموجودة نعم الآن المشاريع متنوعة واللافت للانتباه أن تشوفي مبادرات بحداتك تستغرب منها أنها موجودة بالوطن دعني أحكي لك على سبيل المثال عشان المثال تساعد مثلا في مبادرة بجنوب الخليل كانت في مضارب يطة اللي هي منطقة عبارة عن خيام بدهم الطلاب يمكن ينشو من 20 إلى 30 كيلو عبارة ما يوصلوا لمدرسة فبجهود من مديرة المدرسة ومن المعلمات تتواصلوا مع المجتمع المحلي جمعوا تمويل وبنوا طابق وراء طابق بنوا مدرسة من خيام حولوها عملوا مدرسة لهذه الطلاب يمكن تستوعب أكثر من 2000 طالب أو 3000 طالب بهذه المنطقة فهذه الناس بجهد شخصي محدش طلب منهم يعملوا هيك ولكن ولا أدام عبد الفوزر ولا أدام أنجيل ولا دونر فكل الاحترام لهم بمدرسة ثانية مثلا خير نحكي مثلا في قباطية كان في مدرسة بتعاني إنها موجودة جمع كابلة النفاية فبيرضوا بجهد من مديرة المدرسة ومن المعلمات وتعاملوا مع البلدية حولوا هذا المكابلة حديقة فصاروا يزرعوا فيها مواد عضوية صاروا يزرعوا فيها الخيار والبندورة والطلاب بالفرصة يروحوا برضو ويشاركوا فغيروا كل البيئة المدرسية يعني مشاريع ملهمة في فلسطين بالإضافة طبعا لكل مشاريع اللي بتتعلق بالمنهاج حوسبة المنهاج تسهيل مثلا في عنا بعض الدروس بالرياضيات بتكون معادلة بالرياضيات بدل ما الطلاب يحلوها بالدفتر فهم بيتحولها لمعلمة حولتها للعبة أنيميشن فهو بفوت المعلومات على هذه اللعبة إذا أحلها فالقارب بيقطع ضفة النهر للجهة الثانية إذا فشل فيها فبيغرأ القارب يعني التعلم عن طريق اللعب حسة الرياضيات بدل ما هي على الدرج صارت بمختبر الحاسوب فزاد تحصيل الطلاب زاد إقبالهم على حب مدد ترياضيات واحد من الأهم الأكاث في انتقاء المشاريع من وجهة نظر الإلهام فلسطين يعني أنتم تركزوا أنه يكون الطالب هو المحور في هذه العملية ليش وإش بتفكروا أن هذا ممكن يكون بضيف يعني نعم بالتأكيد الاهتمام بالنشأة السوية للطفل أو للطالب من المراحل النشأة الأولى لحد ما يوصل التوجيه هي هو اللي بيساعد على تطوير التعليم وإقباله على التعليم يعني عندنا إذا بتتحول التعلم لتجربة ممتعة هذا هو الهدف الأساسي للإلهام فلسطيني تتحول يعني يصير فيه دعم لكل التوجهات اللي بتسعى لتحويل المادة النظرية إلى مادة ممتعة أكثر تحفيزاً للطلاب مادة يشارك فيها الطلاب أنفسهم بصنع التعلم ممكن بيعملوا ألعاب عشان بدل ما يتعلموا بشكل جامد يصير التعلم متعة فبتأكيد يعني هذا يعني ما نقدر نغفل شو كل آثاره الإيجابية على العملية الدراسية ككل على بيئة الطلاب حبهم لبعض لعلاقاتهم مع بعض وعلاقتهم مع أستاذهم برنامج إلهام فلسطين هو جزء من برنامج عالمي وتم ملاءمته أيضاً لفلسطين نحتينا عن هذا الجانب وهل وجوده ضمن هذا البرنامج العالمي يضيف أيضاً المشروع؟ في الحقيقة برنامج إلهام فلسطين هو بدأ من فلسطين حتى شعار الشراكة وشعار القلب يعني بدأ من شراكة جامعة زي ما حكيت لك من المجتمع المحلي من المجتمع الدولي مؤسسة التربية العالمية اليو اي اف واللي صار يعني بيمكن مميز بإلهام فلسطين إنه هاي التجربة لما بلشت بفلسطين هي انتقلت لأوروبا يعني بالعادة إحنا تجينا الأفكار من المؤسسات اللي بره ومنصير من وائمة فلسطين لكن إلهام فلسطين هي تجربة فلسطينية بحتة نجحت على مدار أربع سنوات متتالية وانتقلت الآن لمؤسسة اليورو تشايلد هي عبارة عن منظمة دولية فيها أكتر من أربعين دولة أوروبية بدأت الآن تنفذ هاي المبادرة أيضا في مدارسهم بتعتمد نفس آليات التحكيم الآن لو ممكن تتسأليني شو المميز بهاي الدورة الخامسة فبعد النجاح في الشراكة مع وزارة التربية والتعليم الآن تبنت وزارة التربية والتعليم برنامج إلهام فلسطين وأدمجته فأصبح في هاي الدورة جزء من خطط الوزارة الاستراتيجية أصبح جزء من أنشطتها فلم تعود حتى الوزارة بكل كوادرها وهي أصلا زي ما حكيت لك شريكينا معنا بالمدارية أفرزت لنا منسقين عشرين منسق في مديريات التربية والتعليم بالضفة وغزة ومشتعبوها بشكل تطوعي مع إلهام فلسطين يتابعوا المبادرات التربوية يزوروا المدارس في الميدار وهذا كمان مهم يعني هذا النوع من الشتراكة هذا كمان مهم وهذا يعني خلق نسيج أيضا مجتمعي بنعكس بشكل أساسي على المشاريع وعلى مبادرات المدارس كمان ومن هون سؤالي أنت في البداية ذكرت يبدأ فتح يعني تم فتح باب التسجيل فحكينا أديش رح يستغرق هذا أديش رح يكون فيه فترة مع المدارس أنها تقدم المدارس هلأ تقدر تتوجه له الدوائر التابعة للبزارة وللقلكم بشكل مباشر حكينا عن هذا الموضوع نعم الآن بعد الإدماج في هذه الدورة انتقلت قيادة إلهام فلسطين لهيئة تطوير مهنة التعليم وهي جسم من أرسام مزارة التربية والتعليم الآن أصبحوا معنا في مكتب تنفيذي مشترك نستقبل المبادرات التربوية عن طريق الموقع الإلكتروني الهام.ps الآن ترشح تقريباً صلوا عشر تيام مفتوح ورح يستمر إن شاء الله مدد شهرين يعني إحنا نظلم نستقبل المبادرات التربوية لحد تقريباً 13 أربعة عن طريق الموقع الإلكتروني بعد هيك تقريباً نستقبل كل سنة من 600 إلى 700 مبادرة تربوية وبتدخل بثلاث مراحل تقييم أول شيء نشوف أن هذه المبادرة فعلاً تحمل بعد إلهامي وبعد مبدع هذه في مرحلة المراجعة وهل هي تنطبق على فئات الترشح لإلهام فلسطين ومحاور الترشح وهون أنا بوجه دعوة للمجتمع التربوية إن ممكن يزوروا الموقع الإلكتروني لإلهام فلسطين يعرفوا تفاصيل فئات الترشح وكيف ممكن يقدموا كمان المحاور الممكن يتقدموا فيها مثلاً إذا عملوا طلاب اللي أنتجوا مبادرة وهما بقدموا ضمن محور الرياضة الطلابية وهو المحور الثالث للتقدم لإلهام فلسطين بعدين بتصير في عنا لجان محلية في كل مديرية بتروح بتزور زيارات ميدانية لهذه المبادرات تتأكد من الموضوع على الأرض الواقع تتأكد من المبادر فهو لازم يكون مستمر يعني شيء مستمر كمان يعني تم تنفيذه ومازال فيه ديمومة الآن يكون أثره مستمر ولكن المبادرة قد تكون استكملت عملها لأنه إحنا مستقبل الآن المبادرات التي نوفذت من العام دراسي 2011-2012 أو لحد الآن منشترت بس أنه يكون مرة على تنفيذها فصل دراسي كامل عشان نقدر إحنا كمان لما لجان بتروح على الميدان بتسأل المشاركين في المبادرة تقدر تتأكد من أثرها الإيجابي وتقيس الكلام اللي مكتوب بطلب الترشح تقيس مدى تحققه في الميدان بعد هيك بصير في عنا المرحلة الأخيرة من التقييم مقابلة شخصية للمبادرات اللي وصلت واجتازت التقييم الميداني وتقييم المكتبي وتكونوا مختارين لعدد معنا أنه مثلا عشر مبادرات بدون نوصل للمرحلة النهائية أو حسب هو مش موضوع عدد بقدر هو موضوع جودة المبادرات يعني بقدر بقدر بس تقريباً عنا كل سنة من 40 إلى 50 مبادرة تصل على المستوى الوطني يعني بتتأهل على المستوى الوطني هلأ ممكن تحكينا إحنا في مؤسسة التربية العالمية ومع شركائنا شو ما نقدم لهاي المبادرات بس قبل بنا نعرف كمان من اللجنة الأخيرة اللي بتقابل أشخاص اللي بتختارهم هم الهام فلسطين نفسكم ولا في معكم شركائك مانا اللي بيقابلوا طبعاً أكيد شركائنا معانا لأنه إحنا لجاني اللي بتقيم المبادرات في المقابلات تفرز حسب محاور المبادرات بمعنى إذا كانت المقابلة المبادرة مقدمة ضمن محور البيئة المدرسية الآمنة والمحفزة يكون أيضاً ناس متخصصين في هذا المجال إذا كان مثلاً في محور الصحة الطلابية الشمولية فبيكون مثلاً من وزارة الصحة ومختصين في الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم كذلك في ريادة الطلابية شاركت معنا مؤسسات مجتمع محلي مدد شارك مؤسسة تامر مؤسسة أفكار فإحنا نشرك المؤسسات المجتمع المدني المانية بالتعليم في تقييم العامل الأخير يعني العامل الماضي كان كم من مبادرة نجحت منها تكون هي مبادرة إلهام فلسطين من نصل 40 أو 50 مبادرة وصلت في نهاية إلى 48 مبادرة 12 واحدة منها كانت حصلت على الصدارة فأخذت جائزة دولة فلسطينة تميز الإبداع وبقية المبادرات كانت متميزة على المستوى الوطني طبعاً من الضفة ومن غزة حصلت على جائزة مؤسسة التربية العالمية هؤلاء 12 مبادرة اللي كانوا العام الماضي معكم اليوم يعني إلى اليوم كيف علاقتهم مع إلهام فلسطين؟ نعم الآن بعدما نكرم المبادرات في احتفالية إلهام السنوية بالتقدير المادي يعني تستحقوا المبادرة وهذا أصلا مش منها على أحد فيهم بالعكس فهم بتم يعني هاي المبادرات نحن نطلقهم منحة تطويرية نسمي المبادرة عشان تطور المبادرة أكتر تعمل على تعميمها فمثلا المبادرة اللي نشحت في مدرسة ممكن تتعمم على 50 مدرسة أو على 60 مدرسة في الوطن وكمان تلاقي النجاح هاي المبادرة تستحق أن وسائل الإعلام تتحدث عنها أن الناس تعرفها وكمان الأهم واللي يمكن بضوء الإدماج ممكن يصير أن المبادرات الملهمة يتم إدماجها بشكل فعلي في النظام التعليمي وتصبح جزء ممكن من المنهاج أو من الحساسة الدراسية إذا فعلا استحقت ذلك ممتاز بطمان هذا الحكي كما نكون حفز كل المشاهدين من المعلمين والعملين في هذا القطاع وبطمان لكم كل التوفيق بهذا العام ولازم يكون فيه واحد أنه كمان نكون إحنا على تواصل عشان نعرف مين كمان المبادرات اللي ستكون بإلهام فلسطين لهذا العام شكرا إليك آيا وبطمان لك نهار سعيد شكرا رح ننتقل إلى فاصل وآخر محطاتنا في هذا الصباح كونوا معنا